يترأس غبطة البطريارك الكاردينال مارلويس ساكو بطريارك الكلداني في العراق والعالم القداس الاحتفالي الذي تقيمه النيابة البطرياركية الكلدانية في الأردن بمناسبة ترقية الأب زيت حبابي إلى رتبة الخرص قافية كما سيقوم غبطته خلال زيارته للمملكة بوضع حجر الأساس للكنيسة الكلدانية الجديدة في عمان ورعايته لاحتفال المناولة الأولى لعدد من أبناء وبنات الرعية الكلدانية في الأردن وسنوافقكم بالمزيد من التفاصيل في نشرتنا الأسبوعية القادمة